بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ولحضرت سيدنا رسول الله وعلى اهلي وصحبه اجمعين شباب سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله بزن الله يكون الكلام عن الابيرنس change your avatar عن رمز التيشرت او رمز الجميس طيعت يا شباب اهليوم انتهى البساطة لو انا كليكيت عليه علشان الابيرنس فيه كلام كتير كده اه مقاما انها يطلع معي تلات حاجات اساسيين كده تمام اولهم حاجة اسمها والتانية والتالتة تمام اوكي ناخدهم كده من العالمين دي معناها ايه معناها الحاجات اللي انا لابسها دلوقتي الحاجات اللي الافاتار تابعي لابسها دلوقتي تمام كده اوكي الجانب التاني يعني ايه بتاعتي كلها زي ايه زي المشوار بتاع بتاع تجمع بمثابة الهدوم اللي انت ممكن تغيرها فبالتالي انت بيكون معاك دولاب الدولاب ده بتلاقي فيه كل الهدوم طبعك تمام كده اه احنا عندنا حاجة زي كده بالزبط اسمها الانفنتوري ده مخزن متجسم لحاجات كتير الدولاب زي قطق فيها دولاب وفيها دراج وفيها حاجات كتير كده تمام كده اوكي واحدة من ضمن المكونات دي اللي في الانفنتوري هنجيلها ان شاء الله بازن الله حاجة اسمها مين الاوتفتس الاوتفتس دي بمنطه البساطة عبارة عن ايه عبارة عن التجم اللي انت لابسه دلوقتي تمام كده اوكي يبقى ما ايه 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 اشتريتها حد الدهاني حاجات زي كده انا عندي كانت تجمع عندي اتنين جميل كده الاوتفت جالوري ده بمثابة ايه اه المعرض كده فيه الاوتفتس كلها وانا معايا كده ثلاث اوتفتس الثلاث اوتفتس تمام الاوتفتس اللي انا لابسه دلوقتي اللي هو مكتوب عليه دلوقتي ورن اللي هو سيمبل القميس والتيشرت ده والشوز اللي من تحت دي والسيوت البادلة بتاحت اللي مش عارف ايه او اللي سويت كاجول والثالثة بدل كاجول والثالثة بتكون تيتشر بدل التدريس بس حضرتك في الافتراضي مش هتلاقي عندك حاجه لازم مثلا تروح وتشتريهم او تاخدهم من حد او كده القصة ديت هنجيلها ان شاء الله بذنها في الماركت بلايس بس هناخد ندي بس نظرة بسيطة جدا على لو انا كان معايا اوتفتس ممكن ابادل ما بينهم ازاي مثلا بالمنطقة البساطة جست لو انت كنت موجود انت لابس سيمبل دلوقتي وعايز تروح عندي تيتشر عليها وبتدي اضغط عليها عوير وكليك يمين عليها ممكن تقول يعني ابتدي البسها وبعد الحاجات اللي انت لابسها دلوقتي ولا البسها فوق الحاجات اللي انت لابسها دلوقتي ولا 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 نقول له مسلا دلوقتي يعني البسها وغير الحاجات اللي انت لابسها دلوقتي فطبعا ديت بتاعت المدرس فيها كلام كتير ام مثلا ديت نقطة ام ممكن انا اعلم عليها بسلكش ما بتدي اضغط على كلمة وير. اه بمجارب مني انضغط على كلمة فهبتدي هو ايه? يسيب الحاجات دي كلها ويلبسني. البدلة اللي عليها فدات هيبقى الاوتفت تبعي او زي المظهر العام للافاتار تبعي. ولو اخدت بالك كان مكتوب من شغال كومبليكستي اللي هي مسألة التعقيد. الامر ده اللي بيأسر بشكل كبير في ان الافاتار يتحمل يعني بسرعة. الشخصية تبتي تتفاعل كده. طيب جميل كده او اوتفت و اوتفت جالري. لو انا بصيت على الويرينج دي. طب منتها البساطة وميجسمها لنصين. بص. في حاجة اسمها الحاجات اللي انت لابسها. وفي حاجة اسمها الحاجات اللي مرفخة على مين? على اللي انت لابسه. اه زي ايه. مسلا في الويرابولز انت لابس ايه? بيقول لك انت لابس تي شيرت. اه اللي هو اللي جاكت. اوكي تمام. ولابس تشوز ولابس اه. مسلا. اه. 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 البانطالون. اه. 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 يعني لابس حاجات كتير كده. ومن ضمنهم بتكون ايه? بتكون طبقات اه 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 ايش زق في اسمك. ومن انها لون شعرك. والسكن تابعك. والشيبس بتاعت مال ولا فيمل ولون عينك. والكلام ده كله. اه. ده فكرة عمل الافاتار يا جماعة في ساكند لايف. الافاتار بيجوم على مجموعة من الليرز اللي بتبقى فوق وبعض تحت بعض وهكذا مترتبة. اه. اه. مسلا لو انت كنت عايز تلبس الجاكت وتحت منه مسلا او تفت فانت تاخد بالك انك المفروض تجلع اه 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 اكسف لو انت كنت عايز تلبس الجاكت وتحت منه اه 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 مسلا حاجة تانية. فمش حبان لانك هتكون لابس الجاكت فوجيها فحاول تجلع للجاكت علشان يبقاني التيشرت. وهكذا الفكرة كأنها امر سيميوليتد لمسألة اه الواقع. الحاجة اللي انا عايز اخلحها مسلا مني نبتدي ادخط عليها كليك و اقول له تيكوف. مسلا انا كده جلعت المؤخزة الجزمة فارحت فانت طلعتها بتيكوف على طول. مسلا اه عايزين اه 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 نغير حاجة تانية مسلا الجاكت كليك منه اللي اقول له تيكوف. فهيبتدي اتلاقي دايريكتلي يغير الى جاكت وهكذا. اه اه يقلع على جاكت دايات وهكذا. الشهادة يا جماعة. الاواتفيتس ديت بمثابة الحاجة بتاعتك الحاجة اللي انت لبسها كلها. ده كله بنسميه اوتفيتس. لو انا عايز ارجع مرتين الاواتفيتس لانا كنت موجود عليه. واكن سيمبل. جاست تيكليك عليه و اقول له. هيبتدي يبدل ما بين الاتنين ويرجعني او اه ويخلي اه الانو لابسوا دلوقتي ده هو ايه هو الستاندرد بس بعد طبعا ما طالما البتاع ديك بتلف والامور كده يبقى يعني بيحاول يحمل الجانب الثاني كان خاص بالسيرش بوكس الصغير ده اللي بيحاول لو انت كان عندك كمية كبيرة من الاوتفيتس تحاول تكتب الحاجة اللي انت عايز تورها الاقصد اللي انت عايز تلبسها والامور تمشي بشكل سليم الجانب الثالث كان خاص بانك ممكن تعمل وتعمل دليت على الحاجة لو انت مش عايزها دايما بيقول لك ايه اللي موجود معاك وبالاخير بتلاقي في حاجة زي خاصة بنفس البار اللي هو لو انت تغطي بتلاقي في مجموعة من الحاجات لو انت عايز تعمل لو انت عايز تعمل لو انت عايز تاخد لو انت عايز تجيب هدوم جديدة او بضيء جديدة او لو انت عايز تدليت الاوتفيت تبعك ده دولت كلهم مجموعة من المتاحين بالنسبة للاوتفيت سبحانك اللهم وربنا وبحمدك لا اله لا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة